السلام عليكم حياكم الله تعالى في بلادكم وعندهلكم الأخ الصديق العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يسعدني سيدي أن أرحب بكم بين أهلكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحيي من خلال شخصيتك الكريم سيدي الشعب السعودي الشقيق متمنيا للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار والاستقرار لعل أفضل ما أبدأ به عن الحديث عن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هو كلام والدنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه عندما سئل عن السعودية فقال دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلبا وقالبا ونؤمن بأن المصير واحد والمفروض علينا أن نقف وقفة رجل واحد وأن نتآذر فيما بيننا صاحب السمو الأخ العزيز الشقيق الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي أصحاب السمو والمعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي ننقل تحيات خادم حرمي الشريفين ملك سماد بن عبد العزيز أهل السعود حفظه الله إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأطيب التمنيات لسموه بوافر الصحة والعافية وإلى الشعب الإماراتي الشقيق بدوام التقدم والرفاء ويسرنا وجودنا اليوم بين أشقائنا المشاركة في الاجتماع الثاني المجلس التنسيق للسعود الإماراتي الذي يعتبر ملصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقان ويعمق روابط الأخوة التي تجمع بلدينا كما أنني سعيد أن أكون بينكم وباعوا في بلدنا الثاني في قرب ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر